أسألك على الشكل المنافس في الدوري على مستوى حراسة المرمى فيه مستويات قوية ولا أنت تتكلم في عدد أفراد معروفين على صوابع الإيد الوحدة كدوليين أو كطب كدوري، أتكلم عن الدوري المصري، ليس الدوليين أيوة يعني أنك تختارهم لل... مثلا بص أنا شاهد مجد نظري فيه حراس مرمى بيأدوا بيأدوا، مش حراس مرمى بيشيروا التيم بيأدوا مستويات كويس لكن لما أجد أختار، أنا ههوصع للنادي الأهلي أول حاجة النادي الأهلي عنده محمد الشناوي، حارس مرمى كبير وعنده خبرة كبيرة جدا عندك مصطفى شوير، عندك حمزة علاء بدليلين التلاتة دول في المعافكر القبل اللي فات كانوا موجودين يعني ودي مش سهل أنك تتخذت حراس مرمى يعني كان الناس بتتكلم على الحارسين اللي موجودين من النادي الأهلي الناس دوع تتكلم فأنت عندك تلاتة يعني النادي الأهلي حظوا كويس أنك عندك شناوي، عندك مصطفى شوير، عندك حمزة علاء، عندك مصطفى مخلوف وفيه ولاد صغيرين تحت يد تامر طبعا يد ده على فكرة يعني أنا مكتشفه من أكاديميتي النادي الأهلي ممكن أنا كنت في النادي الأهلي من حوالي ثلاث سنين مسك كمدير أكاديميتي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد أياد كان عندي وكان الحمد لله كان عندي زياد عبد الكريم من أكاديمية من عندي فيه ناس تانية موجودة، كانت موجودة من أكاديمية النادي الأهلي لما تكلمنا كان ساعتاك كنت تفتح مبروك أظن كان موجود وبعدين كنت تخالب بيبو، كل دون اكتشافات أكاديمية النادي الأهلي فبالتالي أنت عندك النهاردة، التلات حراس مهار ما في النادي الأهلي ممتازين أو الأربعة ممتازين عندك في النادي الزمالك طبعا عواد بأد بشكل كويس لكن الحتة دي بالذات ما كانتش فيها استقرار في الفترة الأخيرة لنادي الزمالك، كان شوية النهاردة تلاقي مثلا عواد مرة صبحي آه، وبعدين إيه؟ تلاقي مثلا عكس الأهلي ما هو ده أنا بتكلم فيه، ده الفرق النادي الأهلي عن أي نادي تاني إنك أنت النهاردة عندك عواد فترة كان بيلعب صبحي في مشاكل وهيمشي وجدد مش عارف فين وراح فين ومتاع وكان هدى الموسم دول الإصابة بالزبط، جيه النهاردة عواد كان ماشي كويس بعد عواد، بعد مشكلة حسان عبد المجيد حصل وقف ليه، وتوقف وخصم وهو الأخره، رجع صبحي وبعد كده رجع تاني عواد كاس السوبر عشان برضو الناس تبقى فاهمة عواد لما الناس بتتكلم كتير عن موضوع المنتخب والقصة دي عواد في الأول في الآخر هو لعب أربع ماتشات فقط منهم أهلي وزمالك سوبر إفريكي وأهلي وزمالك سوبر مصري في خلال أسبوع عشر أيام، صح؟ هادي كده ماتشين أه ماتشين أقوية وماتشين جمدين ضغط عصبي وزهني وبدني وكل حاجة لكن أنا بتتكلم على الاستمرارية الاستمرارية، ولعب في الدول ماتشين عشان الناس بتقولك إن عواد هو المستمر عواد جول كويس جداً لكن الناس بتتكلم ع قصة الأخيرة بتاعت المنتخب انت بتتكلم في مصطفة شوبر لعب ست شهور متتالية لعب ماتشات صعبة جداً نهاية أفريقيا، تتكلم بطولة أفريقيا كليل شيت في دور الأبطال، بالزبط، مرشح أفضل حارس في أفريق، وحسن لاعب، وحسن لاعب طيب، انت دولة كل ده، ما شفعش لأنه يلعب ماتش مع المنتخب، إزاي؟ يلعب ماتش واثنين وثلاثة، طبعاً، انت حقولك على حاجة محمد الناس لو بصت على مصطفة شوبر قبل الإحصائيات، يعني مثلاً انت بتتفرج، وما تعرفش مصطفة شوبر لعب كان ماتش دولي، وتتفرج عليه الماتش اللي فات؟ انت ده منظر واحد لعب ماتش واحد دولي، صح؟ صح؟ شخصية وتركيز كبير جداً، موهبة عالية جداً، تحب تشوفه، يعني مصطفة تحب تشوفه، الشناوي تحب تشوفه، حمزة لما لعب كسر الدنيا في الأولمبياد، فبالتالي انت النهاردة لما تجي تكرر، لا، هو عنده رصيد في وقت قليل، كاس أفروكيا، لعب سوبر مصري، نهاية كاس مصر، قدى بشكل كويس جداً، وبعدين هنا، أنا مش ببص الحتة يا محمد، إن أنا اللعيب ده بقاله 3-4 ماتشات كويس، ومستوى كويس، ماشي، ما هو عواد لعب وكان كويس، وهو جول كويس فعلاً، كل اللي قلته ده ممتاز جداً، لو بنتكلم كورا، بس اللي عمل ترند، ما كانش بيتكلم كورا، أيها بالظبط، بالظبط، هي دي بقى اللي الناس بتتكلم عشان موضوع الترند دي، أكيد، كل واحد عايز يركب ترجمة نانسي قنقر